ما يكاد يصبح الآن مصطفى قيرة مثل ما يحدث لعليب الحاج عليب الحاج لا يتحرك خطوة إلا وثمانية أو ستة يحرصونه ليلة نهار وكانه هو الذي نهب أموال الشعب وكانه هو الذي يدمر البلاد اليوم مصطفى قيرة يتعرض لضغط كبير ولقهر كبير أطلق صراحه بعد أن أخذوا عدة ساعات وبعد أن تم أضع هاتفه لكن ليس هو فقط اليوم أيضا أو من أمس صباحا في الحقيقة كان اعتقال للمقاوم سامي درنوني سامي درنوني أحد أحرار هذه البلاد أصدره ضده على الأقل سبعة أحكام سبعة أحكام غيابية إذا جمعناها مع بعض ربما تتجاوز أربعين سنة سجن ويتابعونه في عدة أحكام لماذا؟ لأن سامي درنوني كان من أحرار شوية أحرار البلاد اللي وقفوا ضد العصابة واللي هو مع الدولة المدنية كان بطبعة الحال كان مختفيا عن أنظارهم لأنهم كانوا يطاردونه في كل مكان فكان مختفيا وفي النهاية وصلوا إليه واعتقلوه ولم يخبروا شيء إلا بعد مرور حوالي 36 ساعة بحيث تكلم سامي درنوني قبل ساعتين ونص من الآن وثلاث ساعات في حدود الساعة السابعة في توقيت الجزائر تكلم مع الوالد أنتاعه أقل من 15 ثانية قال لها يوم ما راني عندهم راني عندهم طبعا ما قال لها شوين لكن نحن نعرف أنه ويرا هو في الحقيقة يوجد هو في مركز ليسموهما مركز عنطر والجزائرين يسموه مركز عبلة مركز عبلة لأنهم يريدون أن يعذبونه ويخوفونه ويستعملون أحقر الأسليب وأقدر الكلمات وأفضع الأشياء ضد الذين اعتقلوهم هناك لقد اعتقلوا ناس هناك ومررهم على تعذيب رهيب تأتي أيام قادمة وينتصر فيها الشعب ويحدثكم بعض الناس ما تعرضوا لها شيء رهيب يخيفون يظنون أنه يخيفوا الشعب لم يتخيفوا الشعب لأنهم كانوا الناس عارفة والناس يتقاوم رحي عارفة بالليه تممكن تعرض للتعذيب واللضرب واللقهر ولكن لا يزيدهم ذلك إسرارا لا يزيدهم ذلك إلا إسرارا فحي الله سامي درنوني وكل إخوانه وكل الأحرار في البلاد الذين عندما تأتي الفترة الحاسمة ويكتب التاريخ يقال هؤلاء الذين وقفوا في وجه الطغمة طغمة فاشلة فاسدة خائلة متصارعة متشاكسة وها هي تدي البلاد راين ديتها للواد ديتها الحيط